انا قاعدة بفكر ان انا وحيات ربنا قلبي وجعني جدا فبقول يعني يا ربي يصبرك ويرضيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعانى على قتل مسلم يعني واحد بيساعد بصورة بيصور له حد عشان يقتله واحد بيساعد بمكالمة واحد بيساعد بنشر خبر على الفيسبوك كل دا يتحاسب من اعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة في رواية ولو قال اقق بدل ما يقول اقق طل اقق الف قاف ما قالش تهلام اقق لقي الله مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله الرسالة التانية قبل ما طيب خاطر الست اللي اتصلت اقول للجميع خلي بالكم من البنت الصغيرة اليتيمة يتيمة الابوين ام ماتت واب محموس يتيمة فخلي بالكم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة اللي عايز رفقة سيدنا النبي في الجنة يخلي باله من البنت دي اللي عايز الشفيع له يوم القيامة يبسط البنت دي اقول لحظتك حديث رائع جدا مرتبط بالسلسلة اللي كنا نتكلم فيها في ايه في يوم اللي يبتع الرحلة الروح ايه خطط تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادخل على عبد سرورا يعني فرحت ابنك بنتك الجنين اللي عندك السواء ايه بني اهدف فرحته تمام الا تمثل ذلك السرور له في القبر يجي له السرور ده متمثل اعمالها تجسم وهنقول الكلام ده ان شاء الله لما نكمل الرحلة فييجي منور المكان يقول له انت مش عارفني يقول له لا يقول له انا السرور الذي ادخلته على فلان على البنت الصغيرة دي ببمبوناية بشوكولتاية ابتسمت فيقول له انا السرور الذي ادخلته على فلان انا اليوم اؤنس وحشتك الله والقنك حجتك وانور قبرك واشفع لك عند ربك واريك منزلك في الجنة الله